بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لباب دوام عين لشرح كتاب إمام أحمد لباري والله أمدعنا ويأهات متشابهة كان جهمية كان كتيايا قبرابون باب دوام فرمي الله جل جلاله جاء وزكر دولة نوان قولي لنوان خلقية طبعا بابة لبابة كانت رابد رجي لسلي روشتين أفرمي وذلك أن الله جل ثناؤه إذا سمى الشيء الواحد باسمين أو ثلاثة أسماء فهو مرسل غير منفصل وإذا سمى الشيئين مختلفين لا يدعهما مرسلين حتى يفصل بينهما من ذلك قوله عز وجل يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبير هذا شيء واحد سماه بثلاثة أسام هو مرسل ولم يقل إن له أبا وشيخا وكبير قال عسى ربه أن يطلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تايبات عابدات سيحات ثم قال ثيبات هذا اسم الشيء الواحد فهو مرسل فلما ذكر الشيئين مختلفين فصل بينهما فذلك قوله ثيبات ثم قال وأبكار فلما كانت البكر غير الثيب لم يدعه مرسلا حتى فصل بينهما فذلك قوله وأبكار وقال وما يستوي الأعمى ثم قال والبصير فلما كان البصير غير الأعمى فصل بينهما ثم قال ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور فلما كان كل واحد من هذا الشيء غير الشيء الآخر فصل بينهما ثم قال الملك القدوس السلام المؤمن المهيم والعزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصول فهذا كله اسم شيء واحد فهو مرسل ليس بمنفصل وذلك أنه قال ألا له الخلق ثم قال والأمر لأن الخلق غير الأمر فهو المنفصل أفرمي الله جل جلاله أغرشتيك بطنيا بيني وناوي بيني بچان شتي وصفك أوجيان يلي لخويتي بالأمر أغرشتي بيني أغرشتي بيني وچان وصفك جيوازي بك أوجيان لوشت نمونا هينيت وبوآتي يا يوالعديث إن له أبن شيخا كبيرا أفرمي أفرمي باوك بيير قورش باشا سيناوي لنا أو مرسلة أو سيناوي لو شخص جيان أبنو بلا أما فرمي هاتا سر أوي كجياب أبنو أليك تري فرمي الله جل جلاله فرماني بيك وطلاق بات أفرتان يك بيني مسلم وقان تود أما نهم يتائب وعابد أما نهم يك اشتب أفرتك بلا أما فرمي كويسي جيان كاتو أليك فرمي ثيب بكر وأعمى بصيري لأيك جاك ذو ظلمات ونور وظل وحرور لأيك جاك دو فرمي بلا أما كهذا سر باس إخوة ملك قدس السلام ومؤمن وهم وصف إخويت ويك اشتو ومرسلة فرمي بوية ليرا اشتكان يام مرسل يام منفصلا أوي منفصلا مخلوقات فرمي كخلق أمر نبو كوات خلق منفصلا لأمري كقرآن بابي سيما فرمي بيان ما أبطل الله تبارك وتعالى أن يكون القرآن إلا وحيا وليس بمخلوق فرمي بابك بيان وذبو كالله جل جلاله هموق إدعاني بطالك ذوتو كقرآن مخلوق ببلك وحي خويته قال قوله ونجم إذا هوى ما ضل ساحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي أو قرآن وحي وذلك أن قريش قالوا إن القرآن شعر وقالوا أساطير الأولين وقالوا وضغاث وأحلام وقالوا تقوله محمد من تلقاء نفسه وقالوا تعلمه من غيره فأقسم الله بالنجم إذا هوى يعني أن القرآن إذا نزل فقالوا النجم إذا هوى ما ضل ساحبكم يعني محمدا وما غوى وما ينطق عن الهوى يقول إن محمدا لم يقل هذا القرآن من تلقاء نفسه فقال إن هو أي ما هو يعني القرآن إلا وحي فأبطل الله أن يكون القرآن شيئا غير الوحي لقوله إن هو يقول ما هو إلا وحي طبعا أم آتانا وشيطة بصين قريش قرآن شعر أساطير الأولين أضغاث أحلام أساطير أحلام وإنه يخلق فأيدي وإنه يخلق غير يخوي فأيدي فأيدي الله جلاله فرمي أو أنا مخلوق القرآن كلامي محمد هي من أو أنا مخلوق أو يفرمو سويني خواه نجم كاتك أكش رسول الله صلى الله وإلى وحي وإلى بلك ورهم ويبا وحي للاينا الله وجل فرمي أم بطال كردو كقرآن مخلوق بلك وحي دعا وفرمي ثم قال علمه يعني علم جبريل محمدا القرآن وهو علمه علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى إلى أن قال فأوحى إلى عبده ما أوحى فسمى الله القرآن وحيا ولم يسميه خلق لها مو أهتانا يا الله جل جلاله لأخير شوفرمي أويك الله بوحي نعذب ورسول الله صلى الله صلى الله بيقش للايان جبريل لها ميافرمي قرآن وحيا غيري وحيني كوحي جبري مخلوقني بابي شؤال وفرمي ثم إن الجهمية ادعى أمرا آخر فقال أخبرونا عن القرآن هو شيء قلنا نعم هو شيء فقال إن الله خلق كل شيء فلم لا يكون القرآن من الأشياء المخلوقة وقد أقررتم أنه شيء فلا عمري لقد ادعى أمرا أمكنه فيه الدعوة ولبس عليه الناس بما الدعوة فقل إن الله كلامه شيئا إنما سماه شيئا الذي كان بقوله لم تسمع إلى قوله تبارك وتعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيهم فالشيء ليس هو قوله وإنما الشيء الذي كان بقوله وقال فيها آية أخرى إنما أمره إذا أراد شيئا فالشيء ليس هو أمره إنما الشيء الذي كان بأمره ومن الأعلام والدلالات أنه لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة قوله في الريح الذي أرصها على أن ما تذر من شيء أتت عليه وقال تدمر كل شيء بأمر ربه وقد أتت تلك الريح على أشياء لم تدمرها منازلهم ومساكنهم والجبال التي بحضرتهم فأتت عليها تلك الريح ولم تدمرها وقال فكذلك إذا قال الله خالق كل شيء لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة وقال لملكة سبأ وأوتيت من كل شيء وقد كان ملك سليمان شيئا ولم تؤته فكذلك إذا قال خالق كل شيء لا يعني كلامهم على شيء مخلوقة وقال الله لموسى واصطنعتك لنفسي وقال ويحذركم الله نفسه وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال عيسى تعلم ما في نفسه ولا علم ما في نفسك وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت فقد عرف من عقل عن الله أنه لا يعني نفسهم على أنفسه التي تذوق الموت وقد ذكر الله تعالى كل نفسه فكذلك إذا قال خالق كل شيء لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة ففي هذا دلالة وبيان لمن عقل عن الله تعالى فرمي جهاميك أنا لين يوانا علي القرآن شيئا اللين با اللي دي همشتك مخلوق الله تعالى كل شيء فرمي جهاميه 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 فرمي الله جل جلاله بموسى فرمي من نفسه هيا تو مبجرده بنفسه خم بكافركان عليه يأخذ بإيمان داران عليه موالاتي كفار بكن أخوش داريتان بيدم لباري نفسه خمو وفرمي لسا نفسه خم رحمة من نسي وعيساج فرمي اويل نفس ما يتو ايزاني من اويل نفسي توانا ايزاني دي الله جل جلاله اقراركا كنفسه واش فرمي همو نفسي امره ايا نفسي الله جلاله نا قات علم كلام الله جل جلاله مخلوقني هاروكتو النفسي شي مخلوقني بلق ومسي ونفساني كمخلوق عمره فرمي اما بلقيت يا ابو رداني جهمي كان قرنساني اقليها بي قال الامام احمد فرحم الله من تفكر ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة ولم يقل على الله الا الحق فإن الله تعالى قد أخذ ميثاق خلقه فقال تعالى ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب لا يقول على الله الا الحق فرمي رحمته الله لوك سيقرر توب ولاي قرآن وحديث حق نبي ونائله لأن الله جل جلاله برأسي بلاني ليور نقرتون حق بلاني لباري الله فرمي آية الله بلاني بإيمان ليور نقرتون كابية بس حق بلاني لباري الله وقال في آية أخرى قل إنما حرم ربيع الفوحشة ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغية بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ننزل به سلطانا وأن تقولوا الله ما لا تعلمون ولو يا الله جل جلاله لا أعطيك ترى فرمي الله جل جلاله حرامي ذكردوا على سرطاني وخرابة كاريب كانوا بلان ودور بن لهمو قيزونيك وبدروشتي داين فيسيك لركش لناخي شابي ودور بن لهمو خرابة كاريك شريك بو الله بريار مدن دزرجي ما كان السرخالك وبابيه زانس لباري الله وقسمك ايج همي توب وقساك بابيه زانس لباري الله فقد حرم الله أن يقال عليه الكذب وقد قال يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم سود الله بحرامي ذانا ودروها البست بيذي التبالي ويا فرميتي أأواني دروها البست وإذا نبار من لرشي قيامتها بني دم شاوية رشابي لجهنم أبنى عاذن الله وإياكم من الفتن المضلين وقد ذكر الله كلامه في غير موضعين من القرآن فسماه كلاما ولم يسمه خلقا فرمي الله جل جلاله لقرآن زرجة الباسي قرآني بو كردون بهم ويوتو يتي كلامنا يوتو مخلوق فتلقى دم من ربه كلمات كلامها حتى يسمع كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ولما جاء مساء لمقاتنا وكلمه ربه قال يا موسى إن استفيتك على الناس برسالات وبكلامي وكلم الله مساء تكليما فأمن بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته فأخبر الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله وبكلمات الله وقال يريدون أن يبدل كلام الله وقال لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله ولم يقل حتى أسمع خلق الله فهذا منصوص بلسان عربي ومن لا يحتاج إلى تفسير وهو مبين بحمد الله فالما هو أمشأ هتكانك همي الله جل جلاله قرآن باكلامنا وباسي وتيخوا يكان على مخلوق من باسي قرآن كان على مخلوق من هو جويت توزع عربي بزانب ويرونا بابي في أنجم فرمية قال أحمد بن حنبل وقد سألت الجهمية أليس إنما قال الله تعالى قولوا آمنا بالله قولوا للناس حسنا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وقولوا قولا سديدا فقولوا أشهد بأننا مسلمون وقال قل الحق من ربكم وقال فقل سلام عليكم ولم نسمع الله يقول قول إن كلام خلق ولا تقولوا ثلاثة ولا تقولوا لمن أنقى إليكم السلام لست مؤمنا ولا تقولوا راعنا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواد ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك خدا إلا أن يشاء الله فلا تقول لهما أف ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تدعم الله إلى أن أخر ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تجعل يدك مغلتين لعونه ولا تقتلوا تقربوا الفواحش ولا تقتلوا النفس ولا تقربوا مال اليتيم ولا تمشي في الأرض مراحة ومثله في القرآن كثير فمما نهى الله عنه في القرآن ولم يقول لنا لا تقولوا إن القرآن كلامي أفرمي وتاني الله جل جلاله وفرماني فيها كردوين كاقسا باقسا بدن بلين إيمان من بأ الله خلقي باش بلين ولا إله إلا الله عنه بلين بلين إيمان من هنا وبي إياه وبي بخوش ماندا بزيواء لا حقك لا أهلي كتا وباقسي حق لقال خلقي أبكين وبلين أي خلقي نيو شاهد بن يما إيمان دارين وبلين حق للاينا الله وبلين سلام عليكم بن يوم قرآن codes ولذلك الان الله عليه وسلم يقول لنا عندما ن وللons قرآن في القرآن لا تقول لنا على الس stud pdf لو تم قرآن ل behaviو final فلن يعني wol وقد سمت الملائكة كلام الله كلاما ولم تسميه خلقا قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحقه والعليه الكبير فالما كانت الله جل جلاله وحيب وملائكة كان كا كانت ترسو بشيوية لسريان لاتي ألان بالورد غيرتان قوليكي تونيوت ألان قوليكي حقيوتو نال مخلوقيكي حقيب ونادين ومخلوقيكي تونيوت ذلك أن الملائكة لم يسمعوا صوت الوحي ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وبينهما كذا وكذا سنة فلما أوحى الله إلى محمد سمع الملائكة صوت الوحي كوقع الحديد على الصفة فظنوا أنه أمر من الساعة ففزعوا وقروا لوجههم سجدا فذلك قولوه حتى إذا فزع عن قلوبهم فالمكاتك الله جل جلاله كلامك إخوين أربو عيسى ومحمد وأن ينبيز بلامك بوان وتلاو بلاو بي وبسر زبياء أنجاوكو زنجيريق وابو بلانو كبسر بردك بهند أبوشيو الله جل جلاله باسي كردنك بدا مشاوكو تنوسو جدا بردو وترسو سامده يقردن يقول حتى إذا انجل الفزع عن قلوبهم رفع الملائكة رؤوسهم فسأل بعضهم بعضا فقالوا ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربكم فالمكاتك وحيك قجبوان أو وحيي الله فرموي قجبو في غملكان لا ندأوي الله خلقي كدلا وحيي قجبو في غملكان حرب قولنا بيانبن باب آخر قال أحمد ثم إن الجهمية دعى أمرا آخر فقال إنا نجد آية في كتاب الله تبارك وتعالى تدل على أن القرآن مخلوق فقلنا في أي آية فقال الله تبارك وتعالى ما أتي من ذكر من ربهم محدث فزعم أن الله تعالى قال إن القرآن محدث وكل محدث مخلوق فلا عمري لقد شبه على الناس بهذا وهي آية من المتشابه فقلنا في ذلك قولا واستعنا بالله ونظرنا في كتاب الله ولا حول ولا أقوة إلا بالله قال أحمد اعلم أن الشيئان إذا اجتمع في اسم يجتمعا يجمعهما فكان أحدهما أعلى من الآخر ثم جرى عليهما اسم المدح فكان أعلاهما أولى بالمدح وأغلب عليه وإن جرى عليهما اسم الذنب أو اسم الدني فأدناهما أولى به ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في كتاب الله بالناس لرؤوف رحيم وعينا يشرب بها عباد الله فإذا اجتمع في اسم الإنسان واسم العبادي فالمعنى في قول الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يعني الأبرار دون الفجار لقوله إذا انفرد الأبرار إن الإبرار لفي نعيم وإذا انفرد الكفار وإن الفجار لفي جحيم وقوله إن الله بالناس لرؤوف الرحيم فالمؤمن أولى به وإن اجتمع في اسم الناس لأن المؤمن إذا انفرد وعطي منحه لقوله إن الله بالناس لرعب الرحيم وكان بلؤمن الرحيم وإذا انفرد الكفار جرى عليهم اسم الذم في قوله ألا لعنة الله على الظالمين وقوله أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالد فهؤلاء لا يدخلون في الرحم وفي قوله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض فاجتمع الكفار والمؤمنون في اسم العباد فالكفار أولى بالبغي من المؤمنين لأن المؤمنين انفردوا ومدحوا فيما بسط الله لهم من الرزق وهو قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وقوله ومما رزقناهم ينفقون وقد بسط الله الرزق لداود ولسليمان بن داود ولذي القرنين وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان على مثالهم ممن بسط الله فلم يبغي وإذا انفرد اسم الكافر وقع عليه اسم البغي في قوله لقارون إن قارون كان من قوي موسى فبغى عليهم ونمرود بن كنعان حين آتاه الله الملك فحاج في ربه وفرعون حين قال لموسى ربنا إنك أتيت فرعون قال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة فلما اجتمعوا في اسم الواحد فجرى عليهم اسم البغي كان الكفار أولى به كما أن المؤمن أولى بالمنحى فلما قال الله ما يأتي من ذكر من ربهم محدث فجمع بين ذكر الله وذكر نبيه فأمر فأما ذكر الله إذا انفرد لم يجري عليه اسم الحدث ألم تسمع إلى قوله ولا ذكر الله أكبر هذا ذكر مبارك وإذا انفرد ذكر النبي فإنه جرى عليه اسم المحدث ألم تسمع إلى قوله والله خلقكم وما تعملون فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له عمل والله له خالق ومحدث والدلالة على أنه جمع بين الذكرين هو قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فأوقع عليه الحدثة عند إتيانه إيانا وأنت تعلم أنه لا يأتينا بالأنباء إلا مبلغ ومذكر وقال تعالى والذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فالذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إنما أنت مذكر فلما اجتمعوا في اسم الذكر جرى عليهم اسم الحدث وكان النبي إذا انفرد وقع عليه اسم الخلق وكان أولى بالحدث من ذكر الله الذي انفرد لم يقع عليه اسم خلق ولا حدث فوجدنا دلالة من قول الله تبارك وتعالى ما يأتي من ذكر محدث إنما هو محدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم فعلم علمه الله تعالى فلما علمه الله تعالى كان ذلك محدثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفرمي مهم أحمد هم آياتا كون شي بكين وبال حقيقة تيبغين وقاعدين هيا تيبغين بيش هركات الله جلاله دوش تيكوكر دوا بيكا ويكناوي الليانان أو وقت ناوك ناوي مدحبو ويكناوي دوش تيكوكر دوا بيكا ويكناوي لنانو أو وقت ناوي ذنب ويكناوي دميانا نمناهنة وباتي أفرمي الله جلاله أفرمي أن الله بالناس لرعوف الرحيم الله جلاله لقال خلقيا برحم مهربان أفرمي أولاترين خلقيا لم ناوى مدحياك الله ناويتي لم وصف ودحياك أي نوين لم لطفاء لقال أفرمي إيمان داركان چونك أفرمي عينا نيش رو بيها عباد الله لبي آش ما بس إكيه لبهشتها أخواته وهل إيمان داركان ويأفرمي أبراركان إيجا فرمي لنا إيمان كواتا أمام بس ب عبدالشاك ويأش فرمي إن الفجار لفي جحيم مشرقكان لجهنمان أولا بي آية أو وصفي تاكر دواب ومشرقكان لجهنمان طو يعني رأفت رحمكتك نايا نقريتوا باشان فرمي رحمتك بزيمان داركان نقريتوا لقال رأفتك أفرمي وكان بالمؤمنين الرحيمة باشان فرمي نابي ذمشك هات ألا لعنة الله على الظالمين أما نابي ذمب وكافركان أنسخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون همانيت البهيت شوي ناشنا رأو رحمي الله جل جلاله أما كافركان جياك دواب رأفت رحمتك باشان فرمي اي آده كما عني الله جل جلاله نابي ذم أهيني نابي ذم أهيني أفرمي اگر الله جل جلاله رسق بدا بهم وابدكان بزوري زوري بيبدانا وتوشي بغياب أفرمي معلومي شا همانا رسقك زوري بيادرا ويأتيهم من ذكرين من ربهم محدث فجمع بين ذكرين ذكر الله وذكر النبي لرأة أفرمي قريش هاركاتي وحيكيان بوبي وحيكيان بوبي أفرمي لرأة باسي خاواني وحيكي أكاكا الله جل جلاله كلام يوه وباسي أوكا سشكاكا بيانا كاواتلي رعما بستي أوي هاركاتي رسول الله بيانا أقاة بقاة أفرمي 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 وإبن عباسي و الله جل جلاله باسي بيغمري صلى الله عليه وسلم بجياه كردوه باسي مخلوقات شكردوه كفرمو الله خلقكم وما تعملوني و الله خلقي كردوه وشي كأيو عيكا هذا الله خلقي كردوه فرمو بيغمري كردو باسي كرداري شكرد وباسي الله كرد كخالقي رسول الله ومتكلم بكلامك شي كمر رسول الله قالت محدثك لراء مبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووحيكش ذكرك مبستي بابلين كلامك إخويت من ذكر كلامك إخويت محدث مبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تفسير إمامي أحمد بيت شنك أفرمي لا يعتكاني ترابي أفرمي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إنما أنت مذكر قالت أو مذكرك يا محدث براء مذكرك كلام الله جل جلاله أبوشي وتفسيريك باب حوتم ثم إن الجهمية دعا أمرا آخر فقال أنا أجد آية في كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق فقال قوله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وعيسى مخلوق فقلنا له إن الله منعك الفهم في القرآن عيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن لأنه يجري عليه تسمية مولود وطفل وصبي وغلام يأكل ويشرب وهو يخاطب بالأمر والنهي ويجري عليه اسم الخطاب والوعد والوعيد ثم هو من ذرية إبراهيم فلا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى فهل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى ولكن المعنى في قوله جل ثناؤه إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال لها كن فكان عيسى بكن وليس عيسى هو الكن ولكن بالكن كان فالكن من الله قول وليس الكن مخلوق وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى وذلك أن الجهمية قال عيسى روح الله وكلمته إلا أن كلمته مخلوقة وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله وكلمته من ذات الله كما يقال إن هذه خرقة من هذا السوق وقلنا نحن إن عيسى بكلمة كان وليس عيسى هو الكلمة وأما قوله وروح منه يقول من أمره كان الروح فيه كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه يقول من أمره وتفسير روح الله إنما معنها إنها روح بكلمة الله خلقها الله كما يقال عبد الله وسماو الله وعبد الله فرمي جهمية كانو تيانا ياتي كتر معنية أما ياتش بالغيوية كقرآن مخلوقة ويجبدي تلويك عيسى لباري والله جل جلاله فرمي عيسى كلمي الله وروحيك للهان الله ديكوات كلمي هي مخلوقة وعيساش روحيك مخلوقة فرمي فرمي براستي ديال ايو منعبن لفهمي قرآن ويجب عيسى لقرآن أفرمي براستي عيسى لقرآن بيوتراء مولود وطفل وصبي وغلام يأكل ويشرب مجهم ويبو مخلوقة وأورون وآشكرا شكلنا ويبراهيم عليه السلام وعلى الله جل جلاله وبرني بيبراهيم إنما أمروا إذا أرادوا شيئاً يقولاً لو كن في كن أو بكناكي الله وكلمي الله بمخلوق يكلنا وطوئاً وفرمي نصراني كان وجهمي كان يجهردو كأن دروي عن كرت نصراني كان يجهردو كلمك الله خويت روحك خويت جهمي كان يجهردو كلمك كلمي الله ومخلوق يامج الله إننا خير كالي روحك للان الله ويعني روحك لبا أمري الله خلق كراؤك وكشونا فرمي أو إلا زيوا أسمانا كان بوي مخلوق كردو بوي خلق كردو نهموي لخويت يعني لأمري خويت وفرمي تفسيري روحي الله جل يرى كلمي الله مبسي ويا مخلوقي الله وكشونا الله عبد الله سماي الله أرضي الله باب دواه فرمي ثم إن الجهمية دعى أمراً آخر فقال إن الله يقول خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام فزعم أن القرآن لا يخلو أن يكون في السماوات وفي الأرض أو فيما بينهما فشبه على الناس ولبس عليهم فقلنا لهم أليس إنما أوقع الله عز وجل خلق المخلوق على ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما قالوا نعم فقلنا هل فرق السماوات شيء مخلوق قالوا نعم فقلنا فإنه لم يجعل ما فوق السماوات من الأشياء المخلوقة وقد عرف أهل العلم إن فوق السماوات السبع الكدس والعرش واللوح المحفوظ والحجب وأشياء كثيرة ولم يسمها ولم يجعلها مع الأشياء مخلوق وإنما وقع الخبر من الله على السماوات والأرض وما بينهما وقلنا فيما الدعو أن القرآن لا يخلو أن يكون في السماوات أو في الأرض أو في ما بينهما فقلنا إن الله تبارك وتعالى يقول ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق فالذي خلق به السماوات والأرض قد كان قبل خلق السماوات والأرض والحق الذي خلق به السماوات والأرض هو قوله لأن الله تعالى يقول الحق يقول والحق أقول ويوم يقول فيكون قوله الحق فالحق الذي خلق به السماوات والأرض قد كان قبل السماوات والأرض والحق قوله وليس قوله مخلوقا أفرميع جهمية كانت يا الله جلال جلال أفرميع من زيواس ترجمة إخوة الدرس ترجمة إخوة الدرس ترجمة إخوة الدرس السابق في القرآن ترى السبب بلا سأرى أسمانكان ولا الله جلاله لأن الله درسوا قوليات وكلامات فرمائي أوجوه البيان يتبعون اذا لا نعلن الله جلاله فرمائي فإن يواني خلق ما وأنكردو بعق فرمائي لا تجد انه خلق الله السمات والعرض وما بينهما إلا بالحق فإن يواني الله جلاله بحق دلو سأرى كما يطلقون من الوحقة يجبونه كما أن نقلون كما أن يكون من الذي كلمة الله بقول الله يقوله الحق في الوحقة ثم يقوله مقال بجلاد يقوله لاحق يقوله مقال بقوله آياتي يقين ببارق لسرخيان بابين ويما فرمي بيان ما جحدت به الجهمية من قول الله سبحانه وجوهن يومئذ ناظر إلى ربها ناظره باس يما آياتي سوريق يا ماكا كجهمية كان ما بلين رتي عنكرد وتوكاري دمو تشاوانا لروجي قامتها دروشين وتماشايفر وردقار يعنك إمام يحمد فرمي إيو وإنكاري أمت عنكرد قالوا لا ينبغي لأحد ينظر إلى الله لأن المنظور إليه معلوم الموصوف لا يرى إلا شيء يفعله فقلنا أليس الله يقول إلى ربها ناظر قالوا إنما معنى إلى ربها ناظر إنها تنظر ثواب من ربها وإنما ينظرون إلى فعله وقدرته وتلوا آية من القلآن ألم تر إلى ربك كيفما تنظل فقالوا إنه حين قال لم تر إلى ربك إنهم لم يروا ربه ولكن معنى ألم تر إلى فعل ربك فقلنا لهم إن فعل الله لم يزل العباد يرونه وإنما قال وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر قالوا إنما تنظر الثواب من ربها فقلنا لهم إنها مع ما تنظر الثواب من ربها هي ترى ربها فقالوا إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة وتلوا آية من المتشابه من قول الله جل لا تدركه الأبصار ويدركه الأبصار فقلنا أخبرونا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر أليس النبي قد كان يعرف معنى قوله لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وقال إنكم سترون ربكم وقال لموسى لن تراني ولم يقل لن أرى فأيهما أولى أن نتبع النبي حين قال إنكم سترون ربكم وقال الجهمي حين قال لا ترون ربكم والأحاديث في أيدي أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يرون ربهم لا يختلف فيها أهل العلم ومن حديث سفيانة عن أبي إسحاق عن عامل بن سعد في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجهه ومن حديث ثابت لبناني عن عبد الله الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقر أهل الجنة في الجنة ونادى منادني أهل الجنة يعني أن الله قد أذن لكم في الزيادة قال فيكشف الحجاب فتتجلى لهم فما أعطاهم شيئا كان أحب إليه من النظر إليه أفرمي تفسيري أم آياتا كان لين وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر يعني تماشاي ثواب اللهك وتماشاي قدرة اللهك ووتيان بالقشمان هي الله جل جلاله أفرمي إيوة تماشاي سيبركنشون الله دريجي كردوتو كواتا إلى جميله أم آخ الطيقة لكن مع هذا جلال إلى صلاة الله جلى جلال للغاية أفرمي ما شبيانا الله جلى جلاله لو رجى مخلوقاتي خلق كردوا عبدكان هي صلاة أو أبينا اهتم من جميع حيث الصلاة إذا فرمي تماشاي ناظر إلى من الأم آخة عليه لأنه تفسيري آپ pleasant Schön تماشايكم الله إلا في اللغاك فرمي طيقة تماشاي الله أفرمي وإما الله يتماشي الثوابكيك أو تماشي خوشيك فرم باشنا ما يتعانينا يوتي أن لا تدركه الأبصار وويدركه الأبصار كوات الله جلاله نعبين فرمي وتمانيو آيات ابوة دنيا آي شخاتون واتفسيري كل دوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي يوبرو لدقارتنا بينا هل ورقشون لدنيا مانقا بينا لا روجي قامتا بردقارتنا عواء بينا آية رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آياتين الزانيو وبشوانيو آيات تقصي كردو كواتفرمو والله جلاله ومساء فرمي تونام بينا نعلم وحيشي ونابين ريم الله تونام بينا آية إما دواء رسول الله بك منك تفسيري كردو ومانيا دواء وجه ميانا بك منك غمرابون وانفرمو دانا همو يهل علم دانيان بينا وعمري كري سعد افرمي للذين أحسن الحسنة وزيادة يعني بينيني الله يعني بينيني الله وافرمي ثابتي بنانيش فرمو ديك أنت كريتك وعبد الرحمن يقولي ليلة يجلسوا همي رومي وكافرمي أهل يبهشتك دا جيكي لبن لابهشتها الله جلاله إذن ياندا زيارتك لاحي جاب لا أباو أوان الله جلاله وبينا هي تشتيتها جينية بقرد وشاكر دنيا روي الله جلاله واتامانا اللّه جلاله لريف بيغماركي وصلى الله وسلم بيرونك الدوينته بيأيمة تفسيري لقدانو يرسل الله بواعياتك ورقلينك جهم يكان كهمي قمان وقمرعي فاشان فالميمام يحمد وإنا لا نرجو أن يكون جهم وشعته ممن لا ينظرون إلى ربهم ويحجبون عن الله تعالى لأن الله قال للكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذن لمحجوبون فإذا كان الكافر يحجب عن الله والؤمن يحجب عن الله فما فضل المين على الكافر والحمد لله الذي لم يجعلنا مثل جهم وشعة وجعلنا من اتبع ولم يجعلنا من ابتدع فرمي جائمش رجاء مانوايا جهم كوري صفوان وجماعاتك ايها تام روش كماون فرمي جائن پروردگاريان نبين للروجي قيامتا لأن الله جل جلال وعده داو لروجي قيامتا كافر كان نبين بوجه النمر فرمي جاء فرمي جاء كافر نبين وماندارج نبين ايش جي عازي خانه لو بين فرمي جاء كافر نبين بابي ديم بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلا مموسى فرمي رنكدنا ويأوبا بتانا أكين كجهم يكان الدعايا كان قواء الله جل جلاله لك الموسى قفت قوين كله فقلنا لما أنكرتم ذلك فقالوا إن الله لم يتكلم ولا يتكلم إنما كون شيئا إنما كون شيئا فعبر عن الله وخلق صوتا فأسمع وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف ولسان وشفتي فرمي رنكدنا بجهمية كان بوتي وينكارية وكان الله جل جلاله قصير لك الموسى كرده وكان ما علينا الله جل جلاله وشتيكي خلق كرده قصير لك الموسى كرده لأنه قصابه لدمه لزبانه لعنوه يعنا كبير يأمرين الله جل جلاله عنه فقلنا لهم فهل يجوز لمكون أو غير الله أن يقول يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بلهاد المقدس طوى وأن يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقمي الصلاة لذكري فمن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله ادعى الرب بي فرميه ما شبيهنا لهم باشا يوالا الله جل جلاله وشتيكي خلق كرده قصابه لك باشا أكري أو شتيكي ادعى خواهاتي بك بلها من خوام أي موسى نعلا كان داكنو من خوامو نزيق بروليم من خوامو بمبرستا قريبا بلها او شتيكي ترواعي بتوا او شتيكي كتير غير الله ادعى خواهاتي كرده بسر موسى وكان كما ذلك زعم جهم أن الله كون شيئا كان يقول ذلك المكون يا موسى إني لست أنا ربك العالمي ولا يجوز له أن يقول يا موسى إني أنا الله رب العالمي وقرغى الله تعالى وكلم الله موسى تقديما ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه رب وإني استفيتك على الناس برسالته وكلامه فهذا منصوص القرآن فرمجاها قالوا غيري الله بوايا قصيرا قلب كرده ودروس كرابي بوايا وعي ناود أيه موسى الله أمري بي قلديوا أيه موسى الله بس الله جل جلاله رأسنا وخوه وأما ما قالوا إن الله لم يتكلم ولا يتكلم فكيف يصنعون بحديث الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم الطائق قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد لا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان في الميلة بارئة ويكا الله جل جلاله نقصي كدو نقصي لقالك ليه يما أنفرمو دي يديانين الليين شيليا كان كالله رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميه يشك سيلا إيوانية إلا الله جل جلاله لرشي قيامة أقصي لقالك أبي ويمترجم لنيواني أما قولهم إن الكلام لا يكونوا إلا من جوف وفم وشفتين ولسان أليس الله قال للسماوات والأرض ائتياطوا عنه كرها قالت أتينا طائعين تراها أنها قالت بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات وقال سخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعدين تراها أنها يسبحنا بجوف وفم ولسان وشفتين والجوارح إذا شهدت على الكفار قالوا لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء تراها أنها نطقت بجوف وفم ولسان ولكن الله أنطقها كيف شاء وكذلك الله تكلم كيف شاء من خير أن يقول بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان أفرمي فقط لا يداة وقال تواف شعرتك في الدم أو ناخ ناقل وفم ولكن على مرور وفم لله جل على جلال وفرمي من الزئي واسمانکان وفرمي ورنجر فرمان ما واني جوية نوحاتين أياه إذن آ说ت لدينا وناخ ناقل وظبانه وليو يبو ياخد فرمي كيف أكاد من مستخرده بو لغل جيبا لغل داود ذابور بلعنا وعايا كيف أكاد دم و زبان يبو يأخذ للرش قيامة لش إنسان كان هنا تقصق وفتقوب كانوا شاهدي بدن لس الكافركان أهيا أو لش زبان دمي أبي أخذ الله جل جلاله هنا تقصب ويما علينا الله جل جلاله تشون بيويق ساكار كاتكيش بيويق ساكار وبيس بدموا با زبانوا بليوا الشفاء وانانيا قال أحمد فلما خنقته الحجج قال إن الله كلم موسى إلا أن كلامه غيره فقلنا وغيره مخلوق قال نعم فقلنا هذا مثل قولكم الأول إلا أنكم تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون وحديث الزهري قال لما سمع موسى كلام ربه قال يا رب هذا الذي سمعته وكلامه قال نعم يا موسى وكلام إنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان ولي قوة الألسن كلها وإنا قوي من ذلك وإنما كلمتك على قدر ما يطيق بدنك ولو كلمتك بأكثر من ذلك لم اتفق قال فلما رجع موسى إلى قومه قال وصف لنا كلام ربك قال سبحان الله وهذا سطي وناصفه لكم قالوا فشبهوا فقال هل سمعت بصوات الصواعق التي تقبل في أحلاح حلاوة سمعتمها فكأنه مثلهم فقال هل سمعت بصوات الصواعق التي تقبل في أحلاح حلاوة سمعتها؟ فقال هل سمعت بصوات الصواعية؟ فقال هل سمعت بصوات الصواعية؟ فقال هل سمعت بصوات الصواعية؟ فلنقصنا عليهم بعلم وما كنا غائبين فقال هل سمعت بصوات الصراعية؟ قال الأندس الأرض الأرض التي تعبد من دون الله لأن الأصنام تتكلم ولا تنطق ولا تتحرك ولا تزول من مكان إلا كولا فلما ظهرت عليه الحجة قال إن الله تعالى قد يتكلم ولكن كلامه مخلوق قلنا وكذلك بنوا آدم كلامهم مخلوق فشبهتم الله حين زعمتم أن كلامهم مخلوق ففي مذهبكم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم وكذلك بنوا آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق لهم كلام وقد جعلت جمعتم بين كفر وتشبيه فتعالى الله عن هذه الصفة علوا كبيرة أفرمي أولين دي الله قسي هي بلا قسكي مخلوق أولين دي أولا شبهان تان بإنسان واشوكي إنسان قساكا قسكي مخلوق وأولا قمرابون باويك أولين إنسان مدتك قسيناك دوائك وتتقسي خروعك لدائك باقسناك وكوابلا الله جل جلاله وكوتنا دو كفر وكفري تشبيه وكفري إنكار كلام الله جل جلاله بل نقول إن الله لم يزل متكلما إذا شاء ولا نقول إنه قد كان لا يتكلم حتى خلق كلاما ولا نقول إنه قد كان لا يعلم حتى خلق علما فعلم ولا نقول إنه قد كان ولا قدرة حتى خلق لنفسه القدرة ولا نقول إنه كدقان وكان ولا نور حتى خلق لنفسه نورا ولا نقول إنه قد كان ولا ظلمة عظمة له حتى خلق لنفسه عظمة فقالت الجهمية لنا لما وصفنا الله بهذه الصفات إن زعمتم أن الله ونوره والله وقدرته والله عظمته وقد قلتم بقول النصارى حين زعموا أن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته أي جهمية قمراء كان الله جل جلاله برد ومتيهب نعب Äorme بردوام علمي هب ونك علم خلق ودوائ بيتعاليم بردوام قدرت هب ونك قدرت خلق ودوائ بيتعقادر بردوام نوري هب ونك نور خلق ودوائ نوري هب بردوام عظمتي هب ونك عظمت خلق ودوائ بيتعظيم فرمي الجهمية كانole أن ياء crown يا vilassa كانت كدأ وعندما أصبع وعينه من الدور فقلنا لا نقول إن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره ولكن نقول لم يزل بقدرته وبنوره لا متى قدر ولا كيف قدر نكردو ياما ألين الله جل جلاله هبوا بقدرته وهبوا بنوره وهبوا بكلامه وهبوا بعلمه ونقبلين الله هبوا أنجاء علم الله هبوا أنجاء كلامه الله هبوا أنجاء فقالوا لا تكونون موحدين أبدا حتى تقول قد كان الله ولا شيء فقلنا نحن نقول قد كان الله ولا شيء ولكن إذ قلنا إن الله لم يزل بصفاته كلها أليس إنما نصف إلها واحدا بجميع صفته وضربنا لهم في ذلك مثلا فقلنا أخبرونا عن هذه النخلة أليس لها جزع وكرب وليف وسقف وسعف وخوص وجمار وجمار واسمها اسم شيء واحد وسميت نخلة بجميع صفاتها فكذلك الله سبحانه وتعالى وله المثل أعلى بجميع صفاته وإله واحد أبدا وانالين فإلا بات هذا إن الله لا يزال وكرب الله rates إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا قدرة له حتى خلق القدرة خلق قدرته والذي ليس له قدرة هو العاجز ولا نقول قد كان في وقت من الأوقات ولا علم له حتى خلق علم والذي لا أعلم هو جاهل ولكن نقول لم يزل عالما قادرا ملكا لا متى ولا كيف الله أبوني هبوا بيا قدرا دعا قدرة خلق الله أبوني هبوا بيا كلام دعا كلام خلق بيا علم دعا علم خلق جهم يكانوا متزلقان وعلا وقد سمى الله رجلا كافرا اسمه الوليد بن مغير المخزومي قال ذرني ومن خلقت وحيدا وقد كان هذا الذي سماه الله وحيدا له عينان وأذنان ورسانا وشفتان ويدان ورجلان وجوارحة كثيرة قد سماه الله وحيدا بجميع صفاته وكذلك الله وله المثل الأعلى وبجميع صفاته إلها واحدة قال بيا أن الله جلاله وصف مخلوقك إخوائك كشابية دسية قاعة كلامية سمعية بسرية أش 그다음 باتنياء خلق المحدودين كانت كان لدي قصصت كان moto كيغمخلوقة باتنياءة قال باتنياء خلق المحدودين كان لدي مخلوق بتنياءةاع بغيكا هيا بوشتانا وإشان الله جل جلاله وصفناك لبهم صفاتكاني والله البثل العالم بابي أنظى بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش برامي جهمية قمر كان داتا وكارا الله لسى العرج فقلنا لهم لما أنكرتم أن يكون الله سبحانه على العرش وقد قال سبحانه الرحمن على العرش وعرش استوى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فقالوا هو تحت الأرضين السابعة كما هو على العرش فهو على العرش وفي السماوات وفي الأرض وفي كل مكان ولا يخل منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان وتلوا آية من القرآن وهو الله في السماوات وفي الأرض فقلنا قد عرف المسلمون أماكن كثيرة وليس فيها من عظم رب شيء فقالوا أي مكان فقلنا أحشاؤكم وأجوافكم وأجواف الخنازين والحشوش والأماكن القذلة التي ليس فيها من عظم رب شيء وقد أخبرنا أنه في السماء فقال سبحانه أمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا يتمر أمنتم من في السماء ينسل عليكم حاصب إليه صعد الكلم الطيب والعمل الصالح إني متوفق ورافعك إليه بل رفع الله إليه وله من في السماوات والأرض ومن عنده يخافون ربهم من فوقهم ذي المعارج تعرج الملعكة والروح إليه وهو القاهر فوق عباده والحكيم الخبير والعلي العظيم فهذا خبر الله أخبرنا أنه في السماء ووجدنا كل شيء أسفل مذمومة قال جلتنا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد الله ونصل وقال الذين كفروا ربنا لنا الذين أضلانا من الجن والأنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين وقلنا لهم أليس تعلمون أن إبليس مكانه أسفل والشياطين كذلك مكانه فلم يكن الله ليجتمعه وإبليس مكانه إنما معنى قوله جل ثناؤه وهو الله في السماوات والأرض يقول هو إله في السماوات وإله من في السماوات وإله من في الأرض وهو على العرش وقد أحاط علمه بما دون العرش لا يخلو من علم الله مكان ولا يكون علم الله في مكان دون مكان فرميق البوجه ميان برين بوشية وإنكارية إنه عائتين من تجربة الدين هذه التجربة يقول إن الله لسل عرش وإله من الله لها مكانه لها مكانه من البلاد أن فرصة يقول إن الله لها مكانه الإحداث والإلهي أن الله إلى نخيشه وإلهي أنه واعيد وإلهي Methى لا يكون أحجاننا ، كما الي isso اذا لم يتم أية المقولة ببالنية ويتمع اللّcu تتلقى underestimate فإنت شاء الله لم يرى المناطق من Tuhan أقول الله من المنافقين لبنوان البناء بناء بنتمتتت من نجير والبناء بناء جهنم ونحن بأن الله جلاله كان الشخص الأعيج وكان فرقنا من يخبر بكل قرر فإن الله جلاله كان للإبليس كان الكافر مشري ومعنى آياتي يفرميه وهو الله في السماوات والأرض يعني وهو إله من في السماوات وإله من في الأرض الله جل جلاله بسلامه أو عني آسمانا كان بهمان شيء بسلامه أو عني سرزبيشا وهذا علمي لها مجيقا وهذا يعني بعلمي أو نيا أو لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علم وهذا أن الله جلاله ده صلاة بسر مشتكا ولها من كانت في علمي لها مجيقا قال ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلا كان في يديه قدح من قوارير صاف وفيه شراب صاف وكان بسر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح فالله سبحانه وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه وخصلة أخرى لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم أغلق بابها وخرج منها كان ابن آدم لا يخف عليه كم بيت في داره وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار فالله سبحانه وتعالى والمثل الأعلى وقد أحاط بكل شيء دعوة بالنقلية هناك وإمامي أحمد مجارب بالنقلية هناك ورادون من العقلية هناك وإذا كنت أقول لك فإن سعود إلى شوشيه 1 روناك خورد نوى 1 روناك إنسان صحيح لمجرد وز APPLAUSE فإن الله ستكون لهم عرض الراحة وإن الإنسان خانوية مرحل هل قد نقطع بسجارة الكثيرين هل انفست ما يفعلون اشتغلوا إلا حتاة نقطع نقطع كثيرين إذا وشتغلوا بسجارة الراحة فإن الله يعرف بيان ما تأولت الجهمية من قول الله تعالى ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم تفسير يو أعتمان بوكا كأوانا لين الله لقال ليما يقدو كذبين سيما نوسي كذبين شو عالم معنا أفرمي قلنا لهم قطعتم الخبر من أوله إن الله يقول ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض أفرمي إيا وسأخدش يتيتان كذب وعاتكتان دابران والسياق سلتعقيبيا كأفرمي آيا إيا ونازانا الله جل جلاله چيل جي أسمانك أنا أغزري زانيا إحسيان بن شوارمتانا شوار بن بيانجمتانا أي زانيا علمك إلا بي ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم إن الله بعلمه رابعهم ولا خمسة إلا هو سادس من الله بعلمه سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بعلمه يقول شوار بن بيانجم يعني أغزري بن ششم يعني ببالاهم بعلمي زياتر بن وكم تربن أولا قال يعني آآ بعلمي أينما كانوا له جاء يا كابون ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة الرجل قيامتية آآ آآ آمانا هم يهينيتوا بي شيء أنك أقدو يعني إن الله بكل شيء علي يفتح الخبر بعلمه ويختم الخبر بعلمه سألتا أهتك بعلمي دس بيكاك وتعيشي بعلمي دس بيكا ويقال للجهم إذا قال إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه فقل له هل يغفر الله لكم فيما بينه وبين خلقه فإن قال نعم فقد زعم أن الله بائن من خلقه وأن خلقه دونه وإن قال لا كفر فإن قال ما يمنعه بان الله يقول معنا بعظمة نفسه فإن قال أن الله دعا أهلا خوش بيكا يقول ما يكثر من خلقه ومخلوقاتها يخوش بيكا فإن الله يقول أنه أهلا خلقهين يقول بانهل خلقه وثيرتك معنا كأن الله أهلا لكم في الواقع وإذا أردت أن تعلم أن الجهمية كاذب على الله حين زعم أن الله في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان فقل أليس الله كان ولا شيء فيقول نعم فقل له حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجا من نفسه فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال لا بد له من واحد منها أفرمي أقر جهميوتي الله جل جلاله لهجي قاعدنيا بأويتريان لهم ويانا بيبلي آية سرطاء الله بونين بورهجي بونين بألبا بيبلي باشا مخلوقاتي كخلق لنا وخوايا خلقي كريال دروي خوايا أفرمي السي جواب زيادة لنا عاتوا يكميان إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه فقد كفر حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في نفسه أقر بيبلي الله جلاله مخلوقاتي لنا وخوايا خلق كردو أولا كفر بيبلي الله جن والشيطان كانوا كفر كانوا كفر كانوا لنا والله جوابية كميان كفر بيبلي جواب دميان وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا أيضا كفرا حين زعم الله دخل في مكان وحش قذير رديء أقر بيبلي الله جلاله لدروي خلقي كذون دوائد شوة ناويان وإذا خال خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله كله أجمع وهو قوله أهل السنة أقر بيبلي خلقي كردون لدروي إخوة يونهات وتناويا بعلمي لناويانا وقرى وتوب وقولي أهل سنة جمع باب جوارد قال أحمد رحمه الله إذا أردت أن تعلم أن الجهمية لا يقر بعلم الله فقل له إن الله تعالى يقول لا يحيطون بشيء من علمه وقل وقال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه وقال فإن لم يستجيب لكم فعلموا أن ما أنزل بعلم الله وقال وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه فيقال له تقر بعلم الله هذا الذي أوقفتك عليه بالأعلام والدلالات أم لا فإن قال له علم لا ليس له علم فقد كفر وإن قال لله علم محدث كفر أيضا حين زعم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يعلم حتى أحدث له علم فعلم فإن قال لله علم وليس بمخلوق ولا محدث رجع عن قوله كله وقال بقول أهل السنة فالما يقر جهمي دانينا بعلم الله أما أتاني بو بخير نروه كهمي إثبات علم الله أو إذا كان حالة التي أبرناك يا خدوية ألي الله جل جلاله علمي هرنيا أو كافر بو أتاني يا خدوية ألي علمي نبو دوات الخلقي كردو وديسان هدك أفرابيتشون كيدعاها وكالله جاهل بو دعا علمي بو خلق أقريشوتي علمي هبو وعلمكي مخلوقني ومحدثي جنيا أو أقرأ توب وقول أهل السنة وجماعة باب بانزيم باب بيان ما ذكر الله في القرآن وهو معكم أفرمي تفسيري وآية توب وكم كالله جل جلاله وفرمي الله لقلطانا وهذا على وجهه قال الله تعالى لموسى إنني معكم أسمعه وأرى يقول في الدفع عنكم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين الله لقل صابرانا يعني بسر خستنيان بسر دجمنان يعني فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم لعلون والله معكم يعني لا في نصر لكم على عدوكم خوتان بكم زانوا بانقواز مكان بوصلح كردان إيو سر كوتون الله لقلطانا إيو سر كوتون رون ولا يستخفون ولا يستخفون من الله وهو معهم أي بعلمه فيهم بعلمي لقل يعني وقوله فلما طرأت الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين في العون على فرعون الله لقل موسى بو بيرمتي داني بسر فرعون فلما ظهرت الحجة على الجهمي بما ادعى على أن الله مع خلقه قال هو في كل شيء غير مماس لشيء ولا مباين منه فقلنا إذا كان غير مباين منه أليس هو مماسا قال لا قلنا فكيف يكون في كل شيء غير مماس لشيء ولا مباين فلم يحسن الجواب قال بلا كيف فخدع الجهال بهذه الكلمة وموها عليهم فقلنا أليس إذا كان يوم القيامة أليس إنما هو الجنة والنار والعرش والهواء قال بلا فقلنا فأين يكون ربنا تبارك وتعالى قال يكون في كل شيء كما كان حين كان في الدنيا في كل شيء فقلنا فإنا في مذهبكم إنما كان من الله على العرش فهو على العرش وما كان من الله في الجنة فهو في الجنة وما كان من الله في النار فهو في النار وما كان من الله في الهواء فهو في الهواء فعند ذلك تبين كذبهم على الله جل ثناؤه قال زعمته أفرمي جهمي أغر أماني همي بورون كيتو دوات ريالة الله جل جلال لنا ومخلوقاتي أبيوي تيك الله وشيان بي بريان بكبه عقسي يكا الله نابي كون يتيب وداني الله ينباش أغروجي قيامة بي الله جل جلال ولسن عرج نياه الله ينباش بهشتو جهنم بوني نياه وعرش وحوا بوني نياه اللي يعني بقسي يواب بسرمي دنياتان الله جل جلاله وشيكي لا جهنم وشيكي لا باشتايا وشيكي لا سن عرش وشيكي لا هوايا فرمي ألي رادرك يا كدرو الله بسنو كفر أكان بودا مكتفلا قال زعمت الجهمية أن الله في القرآن إنما هو اسم مخلوق فقلنا قبل أن يخلق هذا الإثم ما كان اسمه قالوا لم يكن له اسم فقلنا وكذلك قبل أن يخلق العلم أكان جاهلا لا يعلم حتى خلق لنفسه علما وكان لا نور حتى خلق لنفسه نورا وكان لا قدرة حتى خلق لنفسه قدرة فعلم الخبيث أن الله قد فضحه وأبدأ عورته للناس حين زعم أن الله جل سناؤه ثناؤه في القرآن إنما هو اسم المخلوق فرمي جهمية كان ألي أن الله لقرآنك هاتوا مخلوق يعني أن الله جل جلاله وتعالى وتعالى الإطلاق فإنما هو نعوي فإنما هو إطلاق يعني إنما يعني علم شهنا جاهل يعني نوري نبو تاريخ وقلنا للجهمي لو أن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذبا كان لا يحنث لأنه حلف بشيء مخلوق ولم يحلف بالخالق ففضحه الله في هذه أيضا وقلنا له أليس النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء من بعدهم والحكام والقضاء إنما كانوا يحلفون الناس بالله الذي لا إله إلا هو فكانوا في مذهبهم مخطئين إنما كان ينبغي للنبي ولمن بعده في مذهبكم أن يحلفوا الناس بالذي خلق اسم الله أفرمي باشا رسول الله خليفكان إلى دوا يقول إذا أرادوا أن يقول لا إله إلا لا يقول لا إله إلا الذي خلق اسم الله وإلا لم يصح توحيدهم ففضحه الله بما دعا عليه على الله الكذبة ولكن نقول إن الله هو الله وليس الله باسم إنما الأسماء كل شيء سوى الله لأن الله يقول ولله الأسماء والحسنى ولا أن يكون اسم لإسم ففي هذا بيان كفر الجهمية ألين يمارين الله الله جل جلاله نا وكانت الجمي ناوي الله ليري أبوما عندرك يكوان كافرب ألنا وكانه الله نين برق خلق كرب البخ وقلنا لهم وزعموا أن الله لم يتكلم فبأي شيء خلق الله الخلق أم وجود عن الله أنه خلق الخلق بقوله وبكلامه حين قال إنما قلنا لشيء قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون أفرمي فقال إن معنا كل شيء في القرآن معانيه وقال الله مثل قول العرب قال الحائط وقالت النخلة فسقطت والحائط والنخلة لا يقولاني شيء فقلنا على هذا قستم أفرمي أما قلنا لشيء إذا أردناه أن يقول أن نقول له كن فيكون ألي أموك قولي عرب كألي ديوار أليو كألي درخت أليو ألو جورق سيا ألين باشا يواء الله قياسك نسر ديوار سر عبابتانا أو عن جولان بالي فبأي شيء خلق الله الخلق إن كان الله في مذهبكم لم يتكلم قالوا بقدرته فقلنا قدرته هي شيء قالوا نعم فقلنا قدرته مع الأشياء مخلوقة قالوا نعم فقلنا كأنه خلق خلقا بخلق وعارضتم القرآن وخالفته حن قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء فأخبرنا الله أنه يخلق أفرمي بيانا رين دي باشا أوأيو أشتان كرة وكفريك تان كرة اللاتان قياس كرة سر ديوار سر دار خرمة باشا بيانا رين هي كافري مشي كان الله جل جلاله كلاميني مخلوقاتي بشي خلق ألين با قدرتي ألين أي باشا قدرتي في مخلوقني ألين با ألين يعني مخلوقك بمخلوق خلق كردو ألين باشا الله خوي في جيكا مخلوق مخلوق خلقك أي ايو بواوا آيات بدرنا خنوك اللهم مشتكي خلق كردو ديسان كافر بن بوا آيات هل من خالق غير الله فإنه ليس أحد يخلق غيره تبارك وتعالى وزعمتم أن الخلق خلق غيره فتعالى الله عما قالت الجميع الله جل جلال فرمي خلقينا خالقي كيتر هي جغالى الله ني فرمي ألين نأ هيا مخلوقك خالق وخلق خلقك أو كفركتان باب شانزا فرمي أما دعت الجهمية أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي رويت أفرمي أما باب كبو جواب دانوي قمراء يكان جهميكان كهند فرمداء هلن الله ينبلغي ويكا قرآن مخلوق إيكا لو فرمدانا إن القرآن يجيء في صورة شاب شاحب فيأتي صاحبه فيقول هل تعرفوني فيقول له من أنت فيقول أنا القرآن الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليدتك قال فيأتي به الله فيقول يا رب أفرمي ألين القرآن لروجي قيامتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لديت لشيوي قنجكا بولاي خاوانكي والأناسية ويجعلن أخير دائمنا القرآنم كا شوان توني ما كردي وحلاك ما كردي وحلاك ما كردي وشوان حلما ساني لخو ما كردي وبروجيش توني ما كردي ومعندو ما كردي ليروا ألين كوات القرآن لشيوي قنجكا وخيداني بياني ولا من مخلوق فقلنا لهم القرآن لا يجع بمعنى أنه قد جاء من قراءة قل هو الله أحد فله أجر كذا وكذا ألا ترون أن من قرأ قل هو الله أحد لا يجئه إلا بثوابه لأنه نقرأ القرآن ويجئ ثواب القرآن فيقول يا رب لأن كلام الله لا يجئ ولا يتغير من حال إلى حال وإنما معناه أن القرآن يجئ إنما يجئ ثواب القرآن فيقول يا رب فهذا معناه هو قرآن وقنعي بقرآن وبدأ هذا يوجد حين نتعرف فهذا أردت بقر وعلي عمران أنه يمجحل بقراء ويقول فهذا هو ثوابكي ثوابكي يقول فهذا يكون ثواب مهما يقول أو ثواب مالرجع وبدأ يقول لكلام الله باب حفدة ما تأولت الجهمية من قول الله تعالى وهو الأول والآخر فزعموا أن الله هو الأول قبل الخلق فصدقوا وقالوا يكون الآخر بعد الخلق فلا تبقى سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولا عرش ولا كرسي وزعموا أن شيئا مع الله لا يكون هو الآخر كما كان فضلوا بهذا بشرا كثيرا فرمي الجهمية كانوا تيانا الله جل جلاله أول بو بيجوى مخلوقات خلقك هجلا بيجوى ونبوه لما يرى سيان كبتو بلا مالا دي آخرش يعني لدوا خوي بس خوي منتو هجتنا منتو أنا عرشونا مخلوقاتونا كرسيونا بهشتونا جهنمونا زيونا آسمانو هجتنا ثوابونا عقاب هجنا منتو فرمي بماش خلقك زوريان قمرا كردوا فقلنا أخبرنا الله عن الجنة ودوام أهلها فيها فقال سبحانه وتعالى لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا كلها دائم دائم لا ينقطع أبدا وما هم منها بمخرجين وإن الآخرة هي دار القلار وإن دار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلموا ماكثين فيه أبدا فأما الذين بيضدلوا فبرحمة الله هم فيها خالد وفواكه كثيرة لا مقطع ولا ممنوع ومثله في القرآن كثير فرمي أعمان همويلة باري بهشتوك همويلة معنى رب هجموها تهتعيك وتعينيه ونعبرهتو نمونا شي زور زور على القرآن ودنياء قاعدت لشمان يبوى جهنم أولئك يئسوا من رحمتي لا ينالهم الله برحمة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون ثواء علينا جزعنا وصبرنا ما لنا مما حيث خالدين فيها أولئك هم شر البريه كلما نظر الجلدون بدلنا وجلدا غيرها كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم نوعيد فيها إنها عليهم مؤصدة ومثلوا في القرآن كثيرا فأما السماء والأرض فقد زالتا لأن أهلها صاروا إلى الجنة وإلى النار بلعام زي أسمان كان الله جل جلاله لنا بيانبالة بلوي أهلكت شون بهشت شون جهنم أما العرش فلا يبيت ولا يثب لأنه سقف الجنة والله عليه فلا يهلك ولا يبيت بلعام عرش هتشي لنا لبلوي السقف بهشت أمينيتو وأما قوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه وذلك أن الله أنزل كل من عليها فان قالت الملائكة هلك أهل الأرض فطمعوا في البقاء فأنزل الله مخبرا عن أهل السماوات وأهل الأرض أنهم يموتون فقال كل شيء يعني من الحيوان هالك يعني ميت إلا وجهه أنه حي لا يموت فأيقنوا عند ذلك بالموت أفرمع كاتك كالله جل جلاله ومآيتي داوزان كل من عليها فان ملائكة كانوا تيان أهل أرض ملنا وشي ما مأميني بلعام الله جل جلاله وآيتي داوزان فارمين أخير بس وجهي خوية مأمينتو جلون إلا حالك إلا وجهه أنجزانيان كوانج مردن ريانتيك وقلنا للجهمية حين زعموا أن الله في كل مكان لا يخلو منه مكان دون مكان فقلنا لهم أخبرونا عن قوله الله جل ثناؤه فلما تجلى ربه للجبل لم تجلى للجبل إن كان فيه بزعمهم فلو كان فيه كما تزعمون لم يكن يتجلى لشيء هو فيه ولكن الله جل ثناؤه على العرش وتجلى لشيء لم يكن فيه وراء الجبل لم يكن رآه قط قبل ذلك فرمي إلا أن الله جل جلاله وآيتي هموشتيا كايا يما فيه نرين باشا بوشي خوية مشاني كيوكا داوزان كيوكا داوزان سوتا باشا اگر لناويا بوايا بو خوية مشانا دا أي كيوكا جوا نيبيني كواتا لناويا نيا الله جل جلاله وآيتي هموشتيا مخلوقة لجهرية وياتي وقلنا للجهمية الله نور فقال هو نور كله فقلنا فالله قال واشرقت الأرض بنور ربها فقد أخبر الله جل ثناؤه أن له نور قلنا لهم أخبرونا حين زعمتم أن الله تعالى في كل مكان هو نور فلم لا يضيء البيت المعظم من النور الذي فيه إذا زعمتم أن الله في كل مكان وما بال استراج إذا دخل البيت المظلم يضيء فرميه إيوانا لن الله نور ألنبا باشا فيما أن بلن باشا بوچي كجوري تاريك بروناكنا بيتو كا ألن الله جل جلاله لهم جيغا يكا يعني لو جور شا دي بروناك نبويو كواتا درووكا لوش بوچي كاتي كتشرايك بيتناوي أنجا همو روناك بيتو ألي رأى درووكا يعني بو خلقي تركا باشا دعا يخيركا فرميه فراحيم الله من عقل عن الله رحمتي الله لو كسيك عقل ورقره لو قرآني الله بينادو لكلامكي ورجعه عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة وقال بقول العلماء هو قول المهاجرين والأنصار وترك دين الشيطان ودين جهم وشيعته وفرميه اقتدائي كربا قرآن وسنة وقصي زاناني ورقرت قصي مهاجرين وأنصاري ورقرت وازل ديني شيطان كانوا جهم هنا أما كوتاي اكتببوا إن شاء الله بشيطر السني خلالة اگر كرال فرصتي كترة لمجلسيكا شرحيكيني اتشان مجلسيكا والحمد للده رب العالم